السلام عليكم معكم محمود الحمد لله نحمد و نستعين و نصفر و نعوذ بالله من شرور ينفسنا من السياة يعمالنا ما يهدي الله فلا نقول له و ما يقول له فلا هادية لو بإذن الله ثم أما بعد بعد صلاة و السلام على سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى الحاجات اللي هي الملابس المعدات الأدوات المنزلية السلع المعمرة السيارات فيه السيارات ناصلا الناس ممكن تشتريها قديمة الشقق ممكن الناس تشتريها مستعملة قديمة لكن ملابس تليفونات سلع معمرة تلاجة غسالة مايكرو ويف فورن حاجات كده أعتقد فيه ناس كتيرة من العرب لحد الآن مايقدرش يشتري مستعمل الحاجات دي إلا إذا كان غالباً قوي أو محتاج قوي أو مزلوط قوي ما بقولش مافيش السيارة الولاي لكن في روسيا في الوضع احتلت بالذات بعد سقوط نتحاسه بيت الحاجات المستعملة بقى سوقها رائج جداً بالذات الملابس والموبيليا طبعاً السيارات حدث ولا حرج بالله عبيت السيارات يعني ومع ذلك فيه ناس من الروس كتير حتى اليوم يقولك لا إيه دا؟ هتشتري عربية مستعملة هاتجديدة أحسن هتشتري تلاجة قديمة هتبوض منك بعد شهر يشتري جديدة أحسن يعمل فرق كبير عشر تلاف روبل فيادة يقولك ومالوا متى الكاسبان فزي ما العرب عندهم ناس كتيرة ما بتحبش تشتري مستعمل روسيا برضو فيها ناس ما تقبلش المستعمل بتاتاً ولكن الناس دي قليلة ومش فرق على فكرة هم أغنية ولا فقر لا دي عقليات وزهنيات وأمزجة وعادات عاداتهم كده في ناس بقى يعني واسط هحكيلك على الواسط ده لن تخش الواسط ده المول اللي قدامه صبت المكان اللي بقولكوا عليه عايز بأخوله الناس ماشية بتتزحلق بتتزفلط الزحلق أو الزفلطة بقى بقولكوا مهما كنت لابس جهاز ما عاملة إيه لازم تتزفلط أجواء النيو يير شرة مستعمل يعني ما بيقعش حاجة أي كلام الراجل دخل بقى ايه على السيطات بتاعت البيع والشرة بتاعت المستعمل اشترى له كم حاجة تسك فيهم وبعدها تعلموا وبدأ بقى ايه يبقى معلق خلاص عارف ايه بيجاب منين ازاي من نين والقصة كلها بقت في ايه كده يعني ايه كأنه بتجرق بقى خلاص اشتري اي حاجة مستعملة بدون اي وخزة في الضمير بس للأسف النموذج ده أما بلاقيه وسط العرب بلاقيه حد بيحب يشتري بس لكن ما بيعرفش يبيعها للأسف عندنا في الوطن العربي البيعين قليلين شوية في العدد مش كتير بيجيد البيع بالذات في بلد اجنبية يشتري حلو قوي ويعرف يفاصل احيانا ويبقى شاطر ويوقع حاجات كويسة وقعت كل يوم على السقطة واللقطة اي بضاعة تنزل لقطة يلقطها على طول جاكت جزمة كاب نضارة سماعة كمبيوتر كل حاجة لسا لسا نازل اعلامها النهاردة الصبح على الظهر بيكون كلم صاحب الحاجة ويقول له اجا اخدها منك امتى وعلى فكرة في منهم بس مش كتير بس بقى من الروس بقى بيشتري ويبيع ده شغلته بيشتري الحاجة لقطة بقى الف بقى الفين بقى خمس سلاف ويبيعها بعد كده ايه بقى احداشر الفة اربعتاشر الفة بستاشر الفة وممكن من غير ما يعمل فيه حاجة من غير ما يلمسها ايه نفسها كده سابها قد شهر كده سعرها غيلي راح بيعها وكذلك الناس اللي بشتغل فيه تجارة الهواتف المحمولة ففي ناس هنا في روسيا سابوا شغلهم واشتغلوا شغلانة دي شغلانة ايه تجارة المستعمل اشتري مستعمل وبيع مستعمل بقول لك انا خلاص استكفيت انا كل اللي انا بحتاجه عندي اي حاجة بشتريها بتبقى لقف بقى لو معاها كاش وبيبيعها بسا بسعر اعلى شوية من على نفس السايت افيتو مثلا اوليكس مثلا اي حاجة او ازون او ازون في ناس بتبيع فيه ملابس مستعملة ملابس فات مضيتها بقى لها خمس سنين وست سنين وسبع سنين فان الشعب الروسي يكون او الشعب الاوروبي عموما كل اوروبا مش بس روسيا انهم يبقوا ينفين كده ولأ ما اجيبش مستعمل لا لا ده كان زمان وحتى عمره ما كان زمان فيه جزء كبير من الشعب بيتعامل في المستعمل وعادي جدا ولا هضادة وضميره مرتاح بالذات الناس اللي بتبيعه بتشتري لكن الناس اللي بتشتري مسلا واحد معروفة قوي انت عرب كتير بيروحوا على سبيل المثال مثلا هولندا والالمانيا فجرانهم الهولندين او الالمانيين يقولولهم انتو بتشتري بديد ليه ده غالي جدا يقولولهم ده من ايكيا ده رخيص ولو غالي برضه يقولولهم امال نعمل ايه فبتوريهم السايت اللي جاريتهم بصوا على السايت كده فيلاقوا ايه سجادة وتربيزة ومكتب بـ 24 يورو على بعض وهم دفعين 2400 يورو على دولاب وشبشب بجد بكلمكم بجد يعني الناس اللي عايشة في اوروبا وفي المانيا وفي هولندا وبلجيكا وكده يقولولكم احنا يقولك احنا كعرب كان مدحوك علينا لحد ما عرفنا ان ممكن نشتري حاجة مستعملة نظيفة جدا بفرق سعر رهيب يقولك انا ممكن ابقى انف وقول لا ماشتريش مستعمل يمكن فيه حشرات جوه ولا حاجة ولا فيه مرض لكن ما يعرف ان الفرق 1000 يورو لك لا يا عمد انا اشتريه واشتري ابوه انا هجيب بخاخ للتنظيف واتهارها الحاجة اللي انا هشتريها دي بعشرة يورو ولا بخمستاشر يورو وخلاص كده اه اضيت واجيب بقى موبيليا وافرش البيت كله وانا علي بقيم ان انا اعود ادفع الاف اليوروات على موبيليا هسيبها ممكن بعد سنتين ولا حاجة انا سيب البيت او او مقداش شدالها لان النقل غالي جدا او ما الناس دي بتبيع الحاجات بالرخيص ليه علشان مش عارفها تاخدها معاها وهي بيتسيب البيت او هي بتعزب اخر صنف بقى اللي هو فيه على فاكرة فيه سيبتات كتير شغالين كده مش رجالة بس اه اخر صنف اللي هو بقى ايه بتاع التكنولوجي اه اللي هو بتاع اه كمبيوتر تليفونات وحاجات كده بيشتري الحاجة يعني هو عايزها ومحتاجها بشغله عايز سيرفر مثلا وانا اشتريت سيرفر مستعمل ابل كده بس هون بينقوا ايه بقى بيقول لك الحاجة كده تكون كسر زيرو يعني ايه كسر زيرو يعني ممكن يشتري اي حاجة مش بس بتاع التكنولوجي بس اشهرهم بتاع التكنولوجي يعني بتاع التكنولوجي بيحب يشتري اه مثلا التليفون لسه نازل جديد بس بقى له شهرين تلاتة مستعمل شهرين او مستعمل تلات شهور او اللي جابه فتحه معجبوش مسلا او اشترى حد واحد تاني المهم اتفتح ومستعملش يجري يشتريه ليه لانه اقل من الجديد باربعة تلاف روبل او بستة تلاف فيقول لك لأ يستاهل انا ليه ادفع على الجديد مسلا سمانين ولا تسعين الف روبل لأ ادفع مسلا اتنين وتمانين ادفع سبعين اجيب حاجة كسر زيرو سليمة وهم تبقى شغالة هم بتاع تكنولوجي فبيقدروا شايكوا على الحاجة ويعرفوا هي ايه سليمة ولا لأ وحقك برضو في الاوف الاخر المهم هي دي حياة المستعمل والناس اللي فعلا عايشة على المستعمل في اوروبا ولا يعبهم ولا يقدرهم شيء حكيتلكو كده نفحة عن الاصناف والانواع وافكارهم ايه ويحزنني ان العرب معظمهم بيشتروس ما بيبيعوش لو تفع على التجارة دي سدقني ممكن تجيب لك ربح اضافي كويس جدا حتى ربح قليل هي بس واجعة جماعة كتير لما الناس طبق تتصل بيك وعايزة تشوف البضاعة وواواواوا لكن غير كده هي تجارة سبحانك اللهم بحمدك أشهد الله إليه تشوفكم على خير بحمد الله السلام عليكم أمين